السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد ومعلومات طبية جديدة وسأعطيكم معلومة مهمة بثاف الناس اللي بغوا ينقصوا الوزن من المعلومات اللي ما كعرفوهاش بثاف الناس هي أن 80% الدهون اللي كان حرقوها في الجسم دينا كتتحول وكتخرج من الجسم على شكل ثاني أكسيد الكربون من خلال التنفس إذن تعزيز القدرة دي الجسم دينا باش يترضو باش يخرج هاد الغاز يمكن يكون ليه تأثير كبير على الجهود اللي كان ديرو باش نقللو ونخفضو من الوزن دينا هاد المعلومة كتورينا أنه ما شغل طروق اللي حرق الدهون هي اللي مهمة ولكن حتى الأشياء اللي كانت حسن لنا من عملية التنفس رها مهمة وكريتك بثاف تكشاش كنقولو الناس الماشي الماشي ما كحرقش لنا الدهون عمتا ولكن كحسن لنا بزاف عملية إخراج تاني وكسيد الكربون عبر الزفير بغيتوا تعارفوا الطرق أخران تخلوا ليتعليقوا ونحاولوا نزيدوا من الوعي دينا الصحي طريقة صحيحة ماشي بالفوزير اللي كانشوفو كل يوم كاتمنى لكم صحة جيدة وحياة مليئة من نشاط تابعوني المزيد من النصائح ونبدور ربضان شاء الله بالقلب قد